بعد أن ظلت طويلا رهينة لضوابط الاشتباك تارة ومقتضيات الرسائل تارة أخرى يبدو أن حرب التقصيد بين إسرائيل وحزب الله انتهت وأصبح على أعتاب حرب مفتوحة على مدار الأيام السبعة الماضية طوفان ضربات الإسرائيلية لحزب الله لم يتوقف من غرات واسعة النطاق قالت عنها إسرائيل إنها تستهدف معاقل ومخازن أسلحة الحزب إلى اغتيالات لقياداته وليس فقط لعناصره وقبل هذا وذاك ضربات سيبرانية مهدت لما بعدها ولكن كيف وصلت جبهة ربنان إلى هذه المرحلة من الاتساع؟ في السادس عشر من سبتمبر الجاري أي قبل حوالي أسبوع أقر الكابينة الإسرائيلي إضافة هدف جديد لأهداف الحرب على غزة وهو تأمين الجبهة الشمالية وضمان عودة سكان الشمال إلى بيوتهم ورغم الخلاف مع ناتنياهو أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت نظيره الأمريكي بأن إمكانية التسوية في الشمال تتلاشى في ظل ربط حزب الله نفسه بحماس كما أبلغ جالنت المبعوث الأمريكي هوكشتاين بأن الطريقة الوحيدة المتبقية لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم هي العمل العسكري لترد الإدارة الأمريكية وتبلغ ناتنياهو بأن حربا واسعة في الشمال لن تعيد السكان إلى منازلهم ليأتي اليوم التالي وفيه نفذت إسرائيل ما عرف بهجمات البيجرز والتي استهدفت عناصر حزب الله مخترقة أجهزة اتصالاتهم في مشهد تكرر في بيروت وفي الضاحية والجنوب والتي تكررت في اليوم التالي ولكن هذه المرة مع هواتف محمولة وبطاريات ليثيوم وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى بالتزامن مع نقل الجيش الإسرائيلي الفرقة القتالية 98 من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية وشن غارات على عدة قرى جنوب لبنان قبل أن يرد حزب الله عبر إطلاق رشقة سواريخ كثيفة على صفد والجليل الأعلى نحو 130 ساروخا في ساعة واحدة ليأتي الرد الإسرائيلي عبر عملية وصفتها بالدقيقة في الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفة قادة بالصف الأول لحزب الله خلال اجتماع وعلى رأسهم قائد قوة رضوان إبراهيم عقيل كما قيل إن قيادات من الحرس الثوري كانوا مدعوين للاجتماع لكنهم لم يحضروا ومع اشتعال المواجهات عبر الحدود الشمالية ألغى نتنياهو سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة بعد قيام حزب الله باستهداف قاعدة ومطار رماد ديفيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنان الأمر الذي دعا نتنياهو لتهديد نصر الله بأنه سيندم على ما فعله كما يندم السنوار الآن بالفعل واليوم استيقظ اللبنانيون على ضربات على مخازن أسلحة لحزب الله بين بيوتهم لتجبرهم على النجوح إلى الشمال ترجمة نانسي قنقر